السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة منوعة فاطمة كان مرحبا بجميع الناس لينضموا القناة كنقول لهم مرحبا بكم وشكرا لكم على الكلام الطيب اليوم سوف ندر معكم شربة او السوب القامباري او القمرون او الكروفيت او الشرم كل واحد اشنو كيس الماء سوف نحتاج هنا 200 جرام الكرافس الكرافس اعواد الكرافس هو نفس الكرافس الذي يدرس فيه الغاصر سوف نضع لكم الرابط في صندوق الوصف لدي 200 جرام البصل الاخضار الذي يمكن تعاوضه بأي نوع البصل سوف نحتاج جزرات يكونون مقطعين لدي 250 جرام الشرم او القمرون او القنباري او الكروفيت سوف نحتاج كلهم قطعتهم صغيرة سوف نحتاج الورق الرند سوف نحتاج الكرافس البلدي تقريبا 1 جرام الكبر سوف نحنظر الكبر سوف نحتاج الكبر السور يكون قريغة سوف نحتاج الكبر سلصة طماطم لدي شعرية الصينية في الماء يكون بارد على شدرتها في الماء بارد لكي لا تتعجن لكم منصب العطرية نسمع صغيرة الفلفل الأسود الملحة كي يبقى حسب الدوغ نسمع صغيرة سكنجبير أو زنجبيل نسمع صغيرة الكوركم وندي ملعقة المناسبة الطبيعية بلا تستطيع تعاوضها بالتوماء فلن تكون جيدة ونضع لكم الرابد في صندوق الوصف كي يتجه رائع منزل نحن نحتاج 3 إلى 4 كبه لذلك يمكن تعاوضها بالزبدة أو زيت العادية ونضع ملعقة صغيرة صغيرة السوجة و ججمع القصوار للنشاء غير باش تجيني للشربة شي شوية تقيلة إليك تحبوا الشربة تكون خفيفة بزف ولما تزيدوا هذه النشاء وكما يمكن لكم تعوضوها بالدقيق يبقى لكم كامل الاختيار ستدوزوا بطريقة عفوان سهلة جدا وكتجيب نينة على فكرة اللي بغيتوا تديروا أي سمك أبيض وكتجيب مع الكروفيت رائع هنا سنشحر البصلة كما نقول دائما على عفية مهلة سنشحروا ونخرجوا العصارة البصلة هي اللولة لكي تأتينا للسوق سنزيد بقية العناصر عفوان سمحوا اللي راتقت علي الفيديو الكاميرا وقفت صحب نوش كنصور هنا زيت الكرافس اللي كانت مقطعها قطع صغيرة والجازار والكرافس الأخر البلدي والنص القصبور سنشحر هذه المواد كلها سنخرج أي مل العصارة الخضراء سنزيد سلسطة التماطم من الطبيعة الآن سنزيد 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 الماء يكون غليانة وطيب طبيعة الحلماء حسب أفراد العائلة عندكم سنزيد 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 الأفكار والبقية عليكم سنزيد سنزيد الخضراء لا تحتاج تسد عليها أو لا تسد عليها بثاف مجرد لا تصفر الكوكوت تحلوها والذي نتأكد أن الخضراء طيبة نزيد القمرون أو الكروفيد أو أفوان مطبيعة الحال لذي نعرف أن الكروفيد ضغيقة يطيب من بعد سنزيد سلصة السوجة أو السويا سوص أنا عندي سلصة السوجة ستستعمل خفيفة إلا لا تعجب سلصة السوجة يمكنكم استغناء سنزيد السوجة الشعرية الصينية لأنها قطعة صغيرة لكن لا تخرج لا تستطيع نهاية لأنها ستصفت ستصفية أنا ستصفية الضجز سنجد الشرب الضجز 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 سأضع النشاء سنقوم اضعوا مع الماء ونزيدوا على الشربة لما تعجبكم النشا ونضعوا للسوبة كجريا يمكن تستغنوا على النشا او تديروا الدقيق يبقى لكم كامل اختيار كما نقول دائما سوف نجعل الشربة التكطير وأنا نتحكم في القاوم الشربة لا تعجبني تقيلة والتل حريران لا تعجبني تكون خفيفة كما تشوفون سوف نختار سوف تكون الشربة طابط سوف تبقى لنا القصبور سوف نزيده في اللخر سوف نزيد القصبور طري سوف نحرك سوف نضيف سوف نضيف السوب سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد خلال قمرون أو الكروفيت فهذا كان تيجب سوف نضيف ونزيد السوب نزيد كما تشوفون وهذا هو الطبق اليوم. نتمنى يكون الإعجاب لكم وتجربوا هاركة جرائعة جدا ومفيدة فيها جميع الفوائد والفيتامينات وما تنساوش قبل ما تخرجوا اللايك 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 وتشاركوا المحتوى مع الأصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم جميعا بدون استدناء شكرا 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 على الدعم المستمر وشكرا لكم على الكلام الطيب ونتمنى من عند الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن ضن الجميع. شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم.